وتعليقا على عرض وزير الإسكان خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة أكد رئيس السيسي أن الشواطئ المصرية وخاصة في منطقة الدلتا منخفضة ومعرضة في حال ارتفاع منسوب سطح البحر إلى مخطرة محتملة خلال الخمسين عاما القادمة مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات من أجل الحفاظ على الشواطئ كان عندنا لحماية الشاطئ ده مصرين مصر أن نعمل حاجز مية مش كده يا دكتور عاصم ونعمله ويكلف ملايين برضو وقد يكون يكلف أكثر من كده أو أن نعمل حاجة تحقق أننا حقق مجموعة من الأهداف بإجراء واحد مش كده هو ده اللي دكتور عاصم يقولك عملنا شقد ارتفاعه متر ثم عملنا طريق ارتفاعه متر ثم عشان في النهاية إذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتة معرضة نتيجة انخفاض منصوبة عن المعدلات المحتملة اللي هتحصل خلال الخمسين سنة الجاية أنا بقول كلام صحيح طيب مش كده يا دكتور مصطفى فإحنا متوقعين متر أو مترين طيب إحنا عندنا نقدر نعمل على امتداد مثلا 200-300 كيلو حواجز تكلفنا عشرات ويمكن مئات المليارات من الجنهات أو الدولارات عشان نحمي شواطئنا اللي هم رامينها الناس بتاعنا اللي موجودين في الدلتة